أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد تم تأكيدها مخبريا بمعهد باستور المغرب مساء اليوم لمواطن مغربي مقيم بأديار الإيطالية وضحت الوزارة في بلاغ لها أن الحالة الصحية للمصاب مستقرة ولا تدعو للقلق وأنه يوجد حاليا تحت رعاية الصحية بوحدة العزل بمستشفى مولاي يوسف بأدار البيضاء حيث سيتم التكفل به وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة موسيقى